شب الناس قالوا جاريفة شديدة غير مسبوقة هكذا وثق شهود وحيا لقطات السيول في مناطق شمال البلاد والتي ضربت أكثرها كاركوك وأربيل مصرع أربعة أشخاص طفلان منهم جرفتهم السيول في كاركوك ووافتان لغرق شاب وسعقة رعدية في ديالة ومن أربيل إلى كاركوك إلى ديالة ومناطق واسعة تحت أثر منخفض جوي مصحوب بأمطال غزيرة كان للعرق موحد مع أرقام مبشر كارتفاع منسوب نهر الزاب بهطول مطري بلغ ثمانين مليمترا ما يعادل بحسب مختصين نصف أمطار العام مجتمع سواعق وكوارث في البنية التحتية خلفته السيول التي حملت رسائل الخير لموسم زراعي يرفض بحسب مختصين البلاد بالمياه وتخزينها إذ تحدثت الموارد المائية عن العمل على تحريك مجرى المياه إلى السدود بما يصد الشحى المائي ودفع اللسان الملحي في البصرة تساولات نظرها النشطاء في منصة التواصل الاجتماعي بسخرية على واقع أزمة المياه في البلاد فمعد أن تجرع العراق بسيول انجرافات شديدة للأرواح والمركبات وبعد أن ضربت السواعق الرعدية بخطرها هل ستذهب المياه بسهولة إلى إيران وتركيا التي عمقتها أزمة المياه في البلاد؟ سيما مع تخفيض الإطلاقات وإنشاء سدود ساهمت في اللسان الملحي ونسب الجفاف والتصحر في البلاد إلى جانب أزمة التغير المناخي ومع هذا كله فإن الموسم المطري يثير اهتمام المواطنين ومنهم المزارعون على وجه الخصوص المتجرعين من خطر الجفاف اهتماما يدق على أبواب الجهة الرسمية بضرورة اعتبار ملف المياه الأشد خطرا وبما يترافق مع عمل إقليمي لإيقاف استغلال الملف المائي من الجانبين التركي والإيراني اشتركوا في القناة